أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعديلات الجديدة على أحكام منازعات العمل التي تم تطبيقها بداية العام الجاري تلزم صاحب العمل بصرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره وذلك وفق لائحته التنفيذية للقانون مشيرة إلى أن المطالبة العمالية تسقط بعد عام من استحقاق المطالبة وفق قانون تنظيم علاقات العمل وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وفق قانون عمال الخدمة المساعدة وأشرت الوزارة إلى أن التعديلات سهلت على طرفي التعاقد صاحب العمل والعامل التوصل لتسويات ودية للشكاوي العمالية بجميع أنواعها حيث يتم الفصل بصورة نهائية في الشكاوي التي تقل فيها قيمة المطالبات عن 50 ألف درهم ومن قبل قسم فضل منازعات في الوزارة أما المنازعات التي تزيد فيها المطالبات على 50 ألف درهم فتحال إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة